يعني من الاهل خلونا نروح لنادي الزمالك ورفضت ادارة نادي الزمالك رحيل المغربي خالب بوطيب مهاجم الفريق الاول لكرة القدم خلال يناير اللي جاي وتمسكت ادارة نادي الزمالك باستمرار بوطيب رغم كل الانتقادات اللي تعرض لها اللعب في الفترة الاخيرة بسبب تراجع مستوى وهبوط اداءه وكمان شايف ادارة نادي الزمالك ان ابو طيب بيتعرض لظلم كبير خاصة وان السيربي ميتشو المدير الفني لفريق قام بتوظيفه في مركز الوسط الهجومي في بعض الاوقات وليس المهاجم الصريح وهو ده اللي اثر عليه بشكل سلبي مما دفع الادارة لمطالبة المدرب بضرورة وضعه في مركز المهاجم الصريح فقط للحصول على اكبر مكسب فني منه انا مش عارف خالد بوطيب حابب اتكلم عن خالد بوطيب لان يعني خالد بوطيب من اللعيفة اللي كانوا متقلقين مع منتخب المغرب ولكن ما قدمش اوراق اعتماده مع النادي الزمالك من ساعة مبتدى يلعب مع النادي الزمالك حتى الان وكان الناس كلها بتتكلم عن فيه سوق في التوظيف يعني زي ما بيقولوا دلوقتي او الكلام اللي بيتقال من ميتشو او مجلس دارة نادي الزمالك اللي هو كان فيه سوق لتوظيف خالد بوطيب داخل الملعب هو ده اللي كان مأثر على أداء خالب بطيب بس خالب بطيب أعتقد ما كانش فيه سوق توظيف لأنه هو لعب برضو سترايكر ولعب تحت السترايكر فشفناه في أكتر من مكان ولكن برضو خالب بطيب ما أداش بنفس المستنينه منه كمان إدارة نادة الزمالك بتفكر بشكل كبير في إجراء بعض التعديلات على منصب مدير الكرة في الفريق لا بياد ورشح بعض الوسطاء اسم كابتن حازم إمام للانضمام إلى منصب مدير الكرة بالفريق والاستفادة كمان من الكاريزمة الخاصة بكابتن حازم طبعا أكيد كابتن حازم إمام واحد من نجوم مصر نجوم نادة الزمالك وأكيد وجوده في أي مكان أعتقد يكون إضافة كبيرة جدا قدرته كمان على التأثير على اللاعبين بسبب المنفسات الصعبة على كافة المستويات بعد فترة التوقف الدوري سواء على صعيد المسابقة المحلية أو دوري أبطال أفريقيا برضو نادة الزمالك عنده يمكن شوية يعني الكلام ابتدى بدري عن يناير أو عن صفقات يناير أو عن اللاعبة اللي ممكن ترحل عن نادة الزمالك في يناير وبتدى الكلام على خالد بطايب أبرز الأسامي اللي كانت ما بتقديش بشكل كويس مع نادة الزمالك وكان علامات استفاهم كبيرة جدا على أداء خالد بطايب مع نادة الزمالك ولكن في النهاية ميتشو عنده رؤية أو عنده وجهة نظر فبالتالي خالد بطايب موجود مع نادة الزمالك وبيرفض ميتشو أن هو يرحل عن نادة الزمالك حتى لو هيرحل خالد بطيب اعتقد خالد بطيب مش هيبقى ليه وجود او مش هيبقى ليه دور كبير جدا مع نادي الزمالك غير يعني فيه وجود دلوقتي خلاص البلدوزر الجديد للكرة المصرية او لنادي الزمالك دلوقتي مصطفى محمد ووجوده مع نادي الزمالك وتقلقه مع نادي الزمالك ومع منتخبنا ان شاء الله الولمبي اعتقد الامور بتتصعب شوية على خالد بطيب